يؤال فقط عن جامعة الدول العربية أليس من مسؤولية أخلاقية لهذه الجامعة مسؤولية قومية قد تكون أخلاقية ألا ما يحدث في ذلك؟ لا حراك؟ أنا مستقر بحقيقة تأكيداً لكلامك الضرب في الميت حرام مثلاً يقولوا لكن للأسف حقيقة جامعة الدول العربية تعيش حالة يعني مزرعة والنظام الأقليمي في العالم العربي ما سبق وأن ذكرت تم الاشتغال عليه لأكثر من ستين سبعين سنة الآن جامعة الدول العربية لاقياً سياسياً أقليمياً هيك بأن تكون في مقدمة الركم هي من تدافع لا تتكلم الأمم الأخرى يعني جنوب أفريقيا دول لاتينية أمريكاً لاتينية وجامعة الدول العربية في صمت صمت معيب هذا معيب صمت معيب صمت معيب لمعنى الكلمة يعني هذه الجامعة كنا نعول عليها في يوم الأيام ولو أنها عاشت فترات سبات في يوم الأيام ولكن ترى الشيء بالشيء يذكر نظام جامعة العربية متى ما كان النظام الأقليمي العربي قوي بلا شك الجامعة ستكون قوية هناك أيضاً نظام أقليمي عربي مأزوم لأن نلاحظ ما كانت وما كان يسمى بدول المركز وأنا أتكلم دول المركز كانت معروفة قبل 50 سنة تمثل في العراق تمثل في سوريا في الجزائر في المغرب في تونس في مصر الآن أصبحت دول هامشية هامشية ولم تعد أيضاً دول مركز بالتالي فيه خلل كبير في المنظومة الإقليمية العربية وبالتالي هذا منعكس وشل حركة جامعة الدول العربية بلا شك ترجمة نانسي قنقر